السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل كحك العيد. بطريقة طريقة سهلة وبسيطة. والكحك بتعمل بطريقتين. واحدة على البارد واحدة على السخن. ان شاء الله انا هعمل على السخن. هو عشان يقعد معنا فترة اطول. لما نكون ادحين السمنة بيقعد معنا فترة اطول من اللاناين. لو عنا نايف نايم غير تسخين السمنة. آآ لازم اتاكل في نفس الاسبوع. انا جبت اتنين كيلو دقيق وخطيت عليهم كيلو سمنة. لكل كيلو دقيق بناخد نص كيلو سمنة. من سخنها على النار بنقدحها جامد. وبنجهز كوباية مية ومعلقتين سكر. معلقتين خميرة. ومعلقة بيكن باودر. ورشة ملح. وآآ سمسم وريحة الكحف. معلقة كبيرة ريحة الكحف. وثلاث معالق سمسم. بنكون ادحين السمنة جامد على النار. وبنبتدي نفرغ نعمل زي حفرة كده بكوة جوة دي عشان نحط جوة السمنة. ولازم يكون كله معدن في معدن كده زي ما احنا شايفين. والمعلقة خشب علشان الحاجات دي سخنة جدا جدا. ما تقزيش حد. ولو في بلاستيك ده ممكن البلاستيك يسيح. فبنستخدم الحاجات المعدن احسن. يعني المونيوم بقى اي حاجة تكون معدن ما تسيحش معنا. هبتدي احط السمسم الاول في الفات الحفرة انا عملتها دي. ويرشة معلقة كبيرة ريحة الكحك. ويرشة الملح. وابتدي انزل عليهم باستامنة المقدوحة على النار. علشان آآ ده افضل. ده افضل لاني هسيب الكحك فترة لغاية العيد. بسم الله. طبعا بنعمل حاجات دي لازم الاطفال يكونوا برا بعيد خالص خالص. لان حاجات خطر جدا. السمنا دي مؤزية جدا لو جات على اي حد. الاطفال ما يدخلوش المطبخ ابدا في الوقت ده. انا هشتغل بالمعلقة الخشب. عشان دي ما قدرش حط جوة ايدي يعني التحرق دي. وهقلب كويس. على قد ما قدر. هحاول اخلي كل دي يجي عليه السمنا. وتتشرب السمنا ديت كويسة. والدي طبعا دي فاخر للكحكو البسكوت. عشان يدي نتيجة كويسة. والدي دوت ما بيكونش فيه عرق. لان العرق بيبوزة كحكو البسكوت. من بحط معلقتين الخميرة على كوباية المية. معهم معلقتين السكر. واقلبهم كويس ببعض. واسيبهم على جنب شوية كده لغاية ما الخميرة تشتغل معي. واكون انا ايه? اه قلبت السمنا ودي كويس قوي. بحيس ان دي يتشرب السمنا بتاعته. وبعد كده هبتدى اشتغل بايه دي بقى. وابتدى اقلب كده واعجن فيه. علشان انا عايزاي يشرب السمنا كويس قوي. عشان الموضوع ده بيفرق معنا في نعومة الكحك. كل ما تبسيب بعضه كده وتدعكيب بعضه كده. وتشتغل عليه جامل. يديك نتيجة اجمل. كل ما تشتغلي على الكحك يديك نتيجة اجمل. تعدي فترة كده ربع ساعة اقل حاجة. ممكن اكتر طبعا. اه. اخلي كل دي اشرب السمنا بتاعتي. طبعا انا وصخن جدا علي بس ايه? لازم آآ الموضوع ده يحصل. لازم اشتغل فيه كده على طول. واكل قلبه من تحت كويس وصخن جدا تحت. علشان ما يبقاش في مكان مفهوش آآ سامنة. كله يتشبع بالسامنة اللي انا حطاه. والسخنية دي مفيدة اللي هي يعني بتخليه اجمل يعني وانا عن برضو. هو النايب ما بيعودش معنا. لو انت عملت السامنة مش سخنة خالص هتبصت لقيها آآ اقصى حاجة اسبوع تكليف خلال الاسبوع. بعد كده هيبقى مش مش هيبقى صيحي يعني هيبقى سليم. حتى دعمه وريحته هيبقى وحشيني. بعد كده بقى هحط الخميرة. الكوبية المية اللي فيها الخميرة والسكر. دي اللي بتخليه مسك نفسه شوي. هو كده يبقى دايب جدا بس لازم تلمي العجينة دي. هتلمي بها كوبية المية. وفي نفس الوقت انت هتحافظ على قوامه النعم. لو زودتي المية السوائل عموما في الكحك او كنت بتستخدمي اللبن فاي سوائل هتخليه انشاف معيك. فانا بكتافي بكوبية مية عشان عايزة نعم. نعم قوي. وهكمل عجينة في الغاية ما يلم نفسه كده. وبرضه هيفضل ناعم وجميل الكوبية المية مش هتأثر بس لو زودتي كل ما تزود السوائل كل ما ينشف معيك. دي بتبقى عيوب فيه يعني. بس انت في نفس الوقت بتحكمي في الدرجة اللي انت عايزة آآ فيها. متماسك او ناعم ودايب. انا حطى كده على اتنين كيلو. كوبية مية واحدة. فيها معلقتين خميرة. ومعلقتين سكر. وكل ما تخدميه كده بقى معيك هيديكي آآ قوام اجمل. وما يشققش منك وهو بيستوي. ويتعرفي تتحكمي فيه وانت بتحشين. طبعا احنا متجوهزين الحشوة من قبل كده بسبناها بردت. وهنبتش بقى نغطيه كيز بلاستيك كده بحيس ان هو ما ينشفش مننا واحنا شغالين فيه. وابتدي اعمل احشيع. بحاول ما عملوش كبير قوي. عشان احافظه على شكل. بس طبعا عمره ما بيبقى صغير زي السادة لان السادة ما فيش في هي حشوة. الحشوة بتأثر في الموضوع ده. على حجمه يعني. اعمل كزا واحدة كده معيك واريكو. هفتحه بقى كده. معي وحط الحشوة وغطيها كويس جدا. اي حشوة هبان معي سواء من تحت او من عالويش. هتتحرق. وهتدي طعمه مش كويس. وبعد كده تعملي بالمنقش بالشكل اللي انت عايزة. انا بحشي عجمية. في حد تاني بحشي ملبن. في بيعملوه سادة. وفي ناس بتحب تحشي عجوة برضو. هتجي اه حسب انت بتحبي وتستطعمين. بالشكل ده كده وبعدين تبتشل نقشيه. اعمل كمان واحدة كده معيكو. بتفتح له فتحة كده وتحط فيه الحشوة اللي انت مجاهزها. وتقفلها كويس من كل الجوانب بحيث ما تبقاش باينة. وزي ما قلت اللي بيدخل الفرن على مية وسبعين بيقعد حوالي خمسة وعشرين دقيقة بس تنسي تبعيه برضو. لازم تتبعيه. بتدهناش الصينية حاجة هو فيه سمنة كفاية مش هيلزق ولا اي حاجة. وتسيب المسافات بينه كده. والبيكن بودر بيخليه من جوه احل ومش مكتوم معيكي. ده بقى كده بعد ما خرج. مستيبه واخد اللون. محتاجش اشتغل عليه الشواء ولا حاجة. ما تحركوش ابدا مستطنيه لغاية ما يبرد تماما. وبعد كده تبتدي تشيليه بعد ما يبرد تبتدي تشيليه. انا ما بحطش عليه سكر غير وقت التقديم. ده افضل بيبقى طعمه احسن وبعدين عشان ما اشربش السكر كده وبقى ملزق. لا. ساعة التقديم تحط عليه السكر البدر. بس. ويا رب تجربوه يعجبكو. ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة. وكل سنة وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمة وبركاته.